اشتركوا في القناة وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فريق في الجنة وفريق في السعير ومن ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة سوء الله ورسوله سوء الله ورسوله ونحن لا نعلم ما هو نحن أخير ولكن بالطبع يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى نحن نحن نعمل ونعمل مع رأس الله سبحانه وتعالى دعونا نعرف بعض التصوير شيء يتحدث في القرآن والسنة عن الهل فائر والعياد بالله May Allah protect us شيء لا يمكنك تظهر شيء مختلف شيء من الحياة في هذا الحياة إذا نريد أن يكون لديه فائر والفائر أفضل نضع رسالة نضع الهدف ولكن الله سبحانه وتعالى قال له فائر وقودها الناس والحجار كيف تجعل الهدف أفضل وإن تستطيع الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الهدف ثم تأكد الهدف الذين يأكدون من الناس والحجار هل يمكنك أن تظهر الحجار ستكون في هذا الهدف والحجار والحجار ويكون هناك أكثر ليس بقر ليس بقر ليس بشكل سبحانه الله وكذلك في الآية كما الله سبحانه وتعالى منشل سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله ما واردوها سبحان الله الله سبحانه وتعالى قالوا فيه في سمومن وحميم وظل مياحموم لا بارد ولا كريم سبحانه وتعالى في ماء وماء سبحان الله مياه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا بارد ولا كريم سبحانه وتعالى دون الله This shade neither cool nor beneficial الله سبحانه وتعالى said to the keffar إِن طَلِقوا إِلَا ما كنتم به تُكَذِّبُون they denied in يوم الآخر the main problem or one of the main problems they say to the Prophet Muhammad they don't believe in the hereafter if we die خلاص that's it this is our end so Allah سبحانه وتعالى will tell them انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب they will be told proceed to that which you used to deny no there is no hereafter خلاص if we die that's it so at the day of judgment Allah سبحانه وتعالى will tell the kuffar go there you deny the hellfire go you'll find what you used to deny انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب proceed to a shadow of smoke having three columns this shadow is it useful no he said subhanahu wa ta'ala but having no cool shade and availing not against the flame subhanallah إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة سفر he said subhanahu wa ta'ala indeed it throws sparks as huge as fortress as if they were yellowish black camels subhanallah the sparks usually always it is a small but on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala described that as palaces subhanallah or as huge camels كأنه جمالة سفر also Allah subhanahu wa ta'ala described this hill fire may Allah protect us that's why brothers and sisters we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala always اللهم أجرنا من النار oh Allah protect us from the hill fire save us from the hill fire he said subhanahu wa ta'ala about jahannam وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة وأبواب it is not only one gate Allah subhanahu wa ta'ala said it has seven gates it is not only one gate the kuffar the disbelievers who disbelieve in Allah and the last day who avoids praying who don't fast don't give zakah they enter the hill fire it is not only one gate seven gates as Allah subhanahu wa ta'ala described another kind of punishment in this hill fire Allah subhanahu wa ta'ala said indeed those who disbelieve in our verses we will drive them into a fire إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب subhanallah we will drive them into a fire every time their skins are roasted through we will replace them with other skins so they may taste the punishment the punishment will not stop for the kuffar it is not only one day or two days wallahi even if it is one day this is too much subhanallah but of course it will not stop for the kuffar every time the skin is roasted it will be again normal and the punishment will be repeated why because they have the intention if they come back to this dunya they will disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala again and again may Allah protect us these are two adversaries who have disputed over their lord but those who disbelieved will have cut out for them garments of fire not silk subhanallah not cotton not wool it is fire poured open their heads will be scalding water then he said subhanahu wa ta'ala يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدُ by which is melted that within their billies and their skins and for striking them are masses of iron what kind of punishment what we are doing brothers and sisters what we are waiting unfortunately many of us when we read like this ayat no no this is not for us this is for the kuffar who said that also some of the muslims will be punished and also as I mentioned we are not sure that we die as muslims but of course we should ask Allah subhanahu wa ta'ala always to die as muslims the muslim the true muslim the true believer should fear Allah subhanahu wa ta'ala on the last day he should fear this bad ending how? by obeying Allah subhanahu wa ta'ala he said subhanahu wa ta'ala كلما أرادوا أَيَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ وَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ every time they want to get out of it the hellfire from anguish they will be returned to it and it will be said taste the punishment of the burning fire no way to get out of this hellfire for the kuffar and also the kuffar themselves they fight and this dunya they are together but in the akhirah everyone will curse the other kafir he said subhanahu wa ta'ala قَالَ دخُلُوا فِي أُمَة مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله سيقول اللهم سيقول انتظروا من النار التي حدثت قبلكم جميعا جميعا والنار إلى النار كلما دخلت كلما دخلت سيأخذها سيأخذها سبحان الله where are my friends where are the people who are telling me come enjoy the time skip the salah drink the wine at the day of judgment they will be your enemies so be careful don't listen to them avoid them and preach them to fear Allah سبحانه وتعالى not to be with them in the آخرة أقول ما تسمعون والسغفير الله عليكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه أما بعد also Allah سبحانه وتعالى described in many آيات this is the fire to fear this is the fire to fear Allah سبحانه وتعالى to obey Allah سبحانه وتعالى to encourage us to worship Him sincerely to avoid the sins He said سبحانه وتعالى about the كفار من ورائه جهنم ويسقى مماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه before him is hill and he will be given a drink of purulent water it is very hot sweating all that time he needs to drink he will ask people of paradise he will ask people of paradise please give us something what Allah سبحانه وتعالى had provided you Allah gave you very nice provision because they were work hard they believed in Allah سبحانه وتعالى the last day وَنَعَدَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ they will ask people of paradise give us whatever Allah سبحانه وتعالى provided you any assistance that you got you got from Allah سبحانه وتعالى أَفِيدُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَاءِ pour some water on us it is very hot then it will be said no this is forbidden this is forbidden for the for the disbelievers you enjoyed this in dunya the silk the wine the haram everything you enjoy in this dunya but in the akhira it is only for the believers the enjoyment only for the believers but he will be given something to drink but يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ he will gulp it but will hardly be able to swallow it it is like thorns it will cut it will damage his stomach this water because it is a boiling water حمين the hellfire brothers and sisters it is huge the prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith hell will be brought on the day it means on the day of judgment with 70,000 bridles 70,000 with everyone 70,000 angels pulling the hellfire wal'iyadu billah it is a huge and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about this hellfire يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِي؟ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدُ؟ are you full it will say I need more I am hungry wal'iyadu billah may Allah protect us are we ready for that of course we are not ready for that we cannot bear one second to be in the hellfire wal'iyadu billah as the prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْنَار يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْمَسْ غَمْسَ في نار جهنم فَيُقَالَهُ هَلْ دُقْتَ نَعِيم نَعِيمًا قَط هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَط يَقُلْ لَهَا لَا يَعْرَبُ the disbeliever will be a disbeliever who will be brought at the day of judgment he was the best man he enjoyed the most thing in this dunya everything but he is a disbeliever he will be dubbed one moment in the hellfire after this dip Allah will ask him or he will be asked did you enjoy anything in this dunya did you have experience in anything good in this dunya he will say by Allah nothing I enjoyed in this dunya subhanallah what about the 60 or 70 years and your palaces cars women everything خلاص everything will be deleted from his memory because of jahannam and the opposite the muslim who was suffering in this dunya he did not enjoy anything in this dunya but he was worshipping Allah subhanahu wa ta'ala the day of judgment he will be dipped one moment in paradise then he will be asked did you experience any sadness in this dunya he said no by Allah we ask Allah subhanahu wa ta'ala paradise اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأمات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ان نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ان نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ان نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احب بلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر الفسوق العسيان جعلنا اللهم من الراشدين جعل هذا جعل يا ربي هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر خوان المسلمين في كل مكان اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم رحماك رحماك بالأطفال الرضع والعجائز الركع والنساء لأيامه والأطفال يتامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا واجمعنا معهم في الفردوس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين